بسم الله الرحمن الرحيم ونحن في غمرة أفراح هذه الدولة بشعبها الكريم في عيد ميلادها وولادتها في دول العالم الواحد والأربعين وما يعم هذا البلد شعبا وحكومة من أفراح وسرور وفخ بالإنجازات المستحيلة الممكنة في هذا العصر والتي ما أفلح الدولة قطعيا وبدون استثناء ما أفلح الدولة على وجه الأرض كما وفق الله هذه الدولة وهذه الحكومة وهؤلاء الحكام إلى ما وفقهم إليه باعتراف العالم كله في هذه الأيام نشارك هذه الدولة الأفراح بأن نفرحهم أيضا بكرم الله عليهم وعلى عباده الصالحين فإن لله عز وجل موقفين من عباده موقف العذاب وموقف الرحمة وهو يقسم قال لقد سبقت رحمتي غضبي ففي هذه الحلقة والتي بعدها نتحدث عن حسن الظن بالله لأن حسن الظن بالله عبادة عظيمة أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما يشاء والتاريخ يحدثنا أعاجيب مما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما أخبرنا عما جاء بكتاب الله عز وجل من الإشارة إلى هذا المعنى العظيم من مات وهو يحسن الظن بالله كم هي عبادة عظيمة وفرصة نادرة أنك تموت وأنت محسن الظن بأن الله لا يعذبك وستم نتكلم ماذا يعني حسن الظن وكيف نفرق بين حسن الظن الحقيقي وبين النوع من الأمنيات الخائبة الخيبانة التي لا قيمة لها لأن حسن الظن له أسبابه وشروطه وآدابه وهذا شيء المعروف عندما تدخل على الملك وقد ارتكبت جريمة عظيمة وبين أن يعدمك هذا الملك وبين أن يرحمك كلمة منه وأنت حينئذ ترجوه وتخافه لأن جرمك عظيم وجريمتك كبيرة ولكن هذا الملك معروف برحمته ولطفه وكبر عقله وحبه لشعبه وحينئذ عليك أن تعرف بأن هذا الملك برغم كونه بهذه القدرة وبهذا الخلق الرفيع وبهذه الرحمة المتجلية عليك أن لا تنسى أنه إذا غضب عليك وأغضبته غضبا شديدا فسوف يفعل ما تدلي وما تعرف فعليك أن تكون بين الخوف والرجاء أمن هو قائم الآناء الليل سأي ركاً يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه يحضر الآخرة ويرجو رحمة رحمة خوف خوف ورجاء إياك أن تكون رجاء فقط هذا من أعمال المغفلين نتكلم عن هذا الموضوع من خلال هذه الآية العجيبة والتي اتفق عليها السلف والخلف بأنها أرجى آية في كتاب الله عز وجل يقول عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله يقول ما أصبا وحب أن ما أحب أن لي الدنيا ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية لو خيرت بأن أكون ملك الدنيا كلها لأكون ملك الدنيا كلها وأن أحكم بها ما أشاء وأنا أعيش ألف سنة كما عاش نوح أو أنا رجل بسيط فقير ولكن هذه الآية أنا مشمول بها اللي هي قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا بالرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا تساوي كل الدنيا منذ أن خلقها الله إلى يوم القيامة بكل إمبراطورياتها وأمجادها وأفراحها وعزها وعزتها لا تساوي ثانية من هذه الآية المحمد بن السيرين قال قال علي رضي الله عنه في جمع عنده سألهم أي آية في القرآن أوسع أي آية التي ترون فيها أمل عظيم وحصم الظنب الله كبير فجعلوا يذكرون هذه الآية وهذه الآية وهذه الآية وقالوا واحد قال ومن يعمل سوءا أوظم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم إلى آخره فقال علي رضي الله عنه جاء في القرآن جاء في القرآن آية أوسع من كل ما ذكرتم وما من آية أعوام منها في السعة قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هكذا على عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ما قال إن أكبر آية في القرآن فرحا آية العرف اللي هي هذه قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر عندما تسمع صحابية نروي حديثة يكون مقولة أعطي هذا حكم المرفوع ليس من المعقول أن يتألى صحابي من الصحابة الذين رضي الله عنهم مرضوا عنه أن يتألى على الله أن يكذب عليه أو يقحم نفسه لابد أن يكون قد سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام طيب عن أبي سليمان الداراني قال من حسن من حسن ظنه بالله ثم لا يخاف فهو مخدوع هذا المقالة الجليلة المختصرة من هذا الرجل الصالح أبي سليمان الداراني رحمه الله تلخصك كيف تحسن الظن بالله يعني يتقول والله رب العالمين كريم وغفور رحيم وكل صلي والصوم تقول يا غفور يا رحيم ولهذا نزع الخوف من الله من قلبك ما عاد خاف خلص أنت مدلل فرب العالمين بما أنه رحيم بما أنه غفور وسبقت رحمتي غضب إلى آخر يعد عشقا ما خف أنا ما خف حريتي يا لطيف يقول هذا هو المخدوع الذي خدع نفسه يوم القيامة يأتي ولا يرى له عملا صالحا لقد نسيخ عمله لابد من خوف ورجاء لن يهلك المرء والعبد بينهما خوف بلا رجاء كرجاء بلا خوف كلاهما خطأ ولا تصل منهما إلا شيء وإنما يجد عليك القضاء والقدر وحكم الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن يشملك الله بلطفه ورحمته الذي تسبق غضبه عليك أن تكون أعبد الناس ولكنك أخوف الناس من الله عز وجل حتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو لا يحتاج إلى تعريف كان أحيانا يبكي من خشة الله ولهذا هذا علامة صدق العبادة إذا كنت تخاف الله وتحضر الآخرة هكذا أنت يقول عليه الصلاة والسلام من حسن ظنه بالله عفوا هذا نفسه هو أبي سلمان الدراني يعلق على هذا الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله من حسن ظنه بالله ثم لا يخاف فهو مخذوع معنى ذلك أن هذا الرجل يحسنا ويهيب بنا ألا نفهم الله خطأا يا الله كما أنه هو المهيمن هو الودود ذو العرش المجيد الغفار هو أيضا العزيز المنتقم العزيز المتكبر فعليك أن توازن بين هذا وهذا وكل من يحب الملك ويحبه الملك وكل من يقترب من الملك أو يقربه الملك عليه أن لا يذهل عن أن هذا الملك يمكن بغلطة بسيطة يبطش بهه فإياك أنت بقدر ما تحبه وترجوه وتأمل رحمته وعطاءه وكرمه إياك وغضبه ولهذا كما يقول الفلاسفة أعظم الناس من لا يعرف الملك ولا يعرفه الملك لماذا؟ قال لأن هذا الملك يعني يغضب كما يغضب الطفل وينتقم كما ينتقم الأسد بالتاريخ حصلت جرائم يعني من ملوك أصحاب قدرة وأصحاب أمر بسيطة تافية لكن خلاص وغضب قالوا قتله يعني عجائب عجائب يعني فيها يعني ولذلك أنت فكيف أنت مع ملك الملوك العزيز الجبار المتكبر كلما زدت به حبا ومعرفة زدت منه خوفا ومهابة هناك فرق بين خوف العذاب وبين خوف المهابة أنت مع الملكة متحجم كلامك موزون حتى من تأكل تأكل لقم وتسكوت لا أسبقه بالكلام هناك عذاب لمجالة كيف تصلي أنت أقرم ما تكون يا الله وأنت مصلي في الصلاة دخلت معه شوف شوان عذابك أنت فيه حركاتك موزونة لك مسموح لك هذا حركات فقط أن له لك المفضل ما يشد وتبقى منتبه وأن تقرأ كلام هو الذي أمله عليك وهكذا ومع هذا ما تعرف هل سيقبل منك هذا أو أنه أنت حاسب عليك ذلك عظيم كل هذا ما ينفع إذن ما هلك عبد بين الخوف والرجاء هكذا وأما تفهم حسن الظلم وكرم الله وخلاص أنت مسترمح لا طبع هذا كلام فاضي هذا كلام فاضي طيب عن المعتمر قال قال أبي حين حضرته الوفاة قال يا معتمر حدثني بالرخص رب العالم يعطي كذا ويرحم كذا ويغفر بكذا وإذا واحد يعمل كذا الله تعالى سامح حدثني بالرخص لعلي أتق الله عز وجل وأنا حسن وظن به لعلي ألقى اذكرني هذا الموضوع الذي أتكلم به الآن نحن جمعنا الأحاديث والأقوال والآيات التي تشير إلى مدى كرم الله عز وجل يوم القيامة ليرحمن الله الناس رحمة يوم القيامة يتطاول لها إبليس يقول هذا الكلام هذا مكان لما تكونت تموت يعني هذا شيخ كبير وخايف وتعبان وعسين صل أنت ما مصلي أو ما مصلي وكذا أو ارتكب ذنوب كثيرة ومرعوب في هذه الساعات السنوات الأخيرة يحصن بك أو بمن معك أن يحدثوك عن كرم الله وعن رخص الله عز وجل ليش إذا حدثوك عن هذا فإنهم يربون فيك حسن الظن بالله تقول والله إن ربا بهذا العطاء لن يعذبني وأنا الشيخ الكبير وهو أرحم الراحمين فإذا ميت وأنت تحسن الظن بالله فإن الله يقف لك فعلا لأن الله عند حسن ظنك به أنا عند ظن عبدي به فليظن بي عبدي ما يشاء طيب قال إبراهيم قال كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بالله يقولك من الأذن أنه أحد ليحتضر تعبا بالمستشفى هو رايخ تعبا بس هو بعد يسمع يسمع بس هو خلاص فعلا ساعتين يوم يومين سبوع من انتهي خلصان فيقولك من الأدب وإما يرضى الله عز وجل أنك أنت في هذه اللحظات أو الساعات أو الأيام القلائل تحدثه عن هذا الذي نذكروه الآن كيف أن رب العالمين الرحيم وغفور يغفر الذنوب جميعا يقبل السقاء أمرأة بغيسة قد تكلب يلهد غفر الله لها وهكذا وابدامعة واحد بكب الليل غفر له واحد حدثوا المحتضر المقبل على الموت إذا حسنوا عملية مثلا جاء خطيرة حدثوا بكل هذا ليش إذا حدثوا بهذا فسوف يحسن ظنه بالله يقول والله إن ربا بهذا الكبر بش حيعدمني أنا عبد الفقير فإذا مات وهو على هذه الظنون أن نظنه بالله حسن وأن الله سيغفر لي بكرمه لأن الله تعالى يقبل قدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء يا الله يا لكرم الله يا لكرم الله طيب الجابر بن عبد الله قال سببت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثا يقول يعني قبثت من موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله حديث المتفقون عليه أخرجه مسلم في صحيحه لا أخرجه مسلم وآخرون دين لماذا يعني لماذا ما هو فضل حسن الظن بالله في مثل هذه اللحظات أولا أنت في الساعات الأخيرة عندما تعسن الظن بالله فإنك أولا أنت تذكر ذنوبك وتقول يا ربي أن ترحم الراحمين وتحسن التوبة وبعدين أنت تفهم في تلك الساعات كيف أن الله كريم ورحيم يا عبدي لو جئتني بمثل قرى بالأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولهذا هناك مقولات قالها صالحو هذه الأمة قبل أن يموتوا عليك أن تجمعها وتحفظها يعني أحد الصالحين من التابعين الكرام وأحدهم صحابي رضي الله عن يقول على فراش الموت قال يا رب إن قوم فرعون بدأت ترحمهم من ساعة ما وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارو هذولا في آخر عمرهم قالوا هل كل ما وآملوا بيك احنا من اليوم أن خلقتنا احنا نقول هذا الكلام يعني هل معقول تساوي بيننا وبينهم هل معقول تضعونا بالنار وانتقدوا عتى قوم فرعون الذين أسلموا والذين آمنوا بموسى أن تدخلهم الجنة فهم أقول الناس في آخر عمرهم قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون ونحن منذ أن خلقتنا إلى هذا اليوم ونحن نقول هذا الكلام شايف الذكاء يعني رب تقول يا ربي هذا اللي السحرة السحرة إلا صعب الأربعين سنة واللي كان يعبد فرعون ما علمت لكم من الهن غيري أنا ربكم الأعلى وكانوا سجدونه وبعدين جاهم هالرجال الطيب اللي اسمه سيدنا موسى عليه السلام وعلمهم الإسلام فلما شاف الأفعى وخاف خاف من الأفعى قال له ألقي ما في يمي تلقف ما يأفكون فألقي لما شافوا هذه السحرة هذه المؤجزة العظيمة وقعوا سايد قالوا أمنا برب العالمين أمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وقسم منهم مات بعد يوم قسم منهم قتل وقتل منهم فرعون بساعة الساعة قتل منهم بالمئات قال كلهم غفرت لهم قالوا هلك المساعة ما سمعوها في آخر أعمارهم معقول دخلتهم من الجنة وعلم من عند أن خلقتنا من وعين يقول لا إله إلا الله أمنا برب موسى وهارون ورب محمد ورب الأنبياء جميعا معقول يعني هل تساوي بيننا يا رب العالمين شايف شو الأمل حلو شو الأمل جميل وشون استمطار لرحمة الله وشون حسن ظن أنت معقول أنت العادل الغفور الرحيم أنت صاحب الأسماء الحسنى كيف ناس دقيقتين آمنوا يعني هذون جماعة لما النمس صلى الله عليه وسلم راح على خيبر وبعدين جيش راح على خيبر وتعلم يسوا مشاكل وكان قائدهم سيدنا علي في المعركة وكان مريضا فالنمس صلى الله كان أرمد فالنمس صلى الله مسه على من ريقه مسه على عينيه فشيفه وطبع تعرفون سيدنا علي كيف أن تصر في خيبر انتصارا مباهرا وانا شاهدنا شاهدنا والجيش داخل إلى حصن خيبر وماحد راعي راعي طالع بالغنم وكانت مسورة كل إله إلى عهد قريب إلى عهد قريب حتى كل دول الإمارات كل هذه الإمارات نفسها كل إمارات كانت مسورة البغداد كانت مسورة القاهرة كل السور إلا موجود فكذلك خيبر كانت مسورة فجيش النبي صلى الله عليه وسلم بقيد سيدنا علي دخلوا إلى هذا السور هم داخلين الراعي راعي الغنم طبعا الرعي هذه السور حول المدينة العشب والكلاء والماء خارج السور فالراعي طالع هذا الرعي شاف هالناس جاية بينه خيل وناس وجيوش ومسلحين قال مين أنتم قال إحنا المسلمين قال إحنا شئي المسلمين قال إحنا أصحاب النبي الجديد قال أنتم أصحاب محمد قال نعم فششكوا جايين قالوا جاي نفتاح خيبر قال و أين محمد قال ذاك راح النبي صلى الله عليه وسلم قال و أنتم محمد قال نعم قال أنت رسول الله قال نعم قال فالله أشهد أنك رسول الله إن وجهك هذا لسه وجهك هذا أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله وهم وخلص قال هذا الغلب كلها أخذوها لكم و أنا مو أبسلم أنا مع الجيش أول ما دخلوا للمعركة أول واحد قتلهم وجدتوا نابله و قتلت هذا الرجل قال نفسه أصلا و سوهاد الله إن أحدهم يموت و يدخل الجنة و لم يركع لله ركعة لسه تو أسلم و دخل الجنة مات شيء يقول يا ربي أنت أكرمت سحرة فرعون الذين عبدوا الشخص اكتورة عما هم و آبائهم و إجدادهم ما علمت لكم من إله و كان يعبدوا و جاهم موسى و قال قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى و هارون و فعلا غفرت لهم طيب يا رب هذا الكلام نقول منذ أن ولدنا و إلى يوم القيامة ما أقول أنت ما تغفر لنا يا رب العالمين نكمل هذا بعد الفاصل عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله فإن قوما إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله عز وجل فقال لهم و ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ناعي الظن قال الله شغفر لنا و قال الله و أني يغفر ما عرف إيش فقال لهم خلاص كما ظننتم بربكم هذا الظن السيء أرداكم بهذا الظن السيء فأدخلوا النار وبالتالي إذا أحسنت الظن بالله و ذلكم ظنكم بربكم أللي ظننتم بخير أدخلكم الجنة هذا الظن أدخلكم الجنة وهذا صحيح ولهذا حسن الظن بالله إبادة هائلة على أن يكون حسن الظن حضاري و ليس مزعطة يعني أنت تسكر و كذا يا الله يخبروا لا 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 حسن الظن له آثاره تخشى لله ما في أعمال يذنب لو لم تذنبوا لذهاب الله بكم لكن فرق بين تذنب أنت متعوي يعني ما يشعر الذن و بين لا أنت وقعت في ذن ثم تستافرت وتبت هكذا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مئة رحمة فمنها رحمة تثراحم الخلق وتسعون وتسعون ليوم القيامة تصور كل هذه الرحمات في الدنيا برحمة واحدة شوف عدد رحمات الكون الهواء والشمس والصحة والأولاد والمال والمنون والاشجار اذكر نعم الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذه النعم كلها برحمة واحدة فما بالك بتسع وتسعين رحمة يوم القيامة ماذا تتفعل؟ تأمل تأمل بها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن بالله عز وجل من حسن العبادة روى الإمام أحمد وصحاحه وابن حبان والحاكم والآخره شونو ما أنا حسن العبادة؟ يعني شنون حسن الظن بالله من حسن العبادة؟ يعني أنت لما تعبد الله وعبادتك صحيحة مرتبة مع القطة دولي ربي أنت أنا أنا أظن بك أنك بعد هذا أنت رحمني برحمة صح هو عملي ما تدخل لجنة لكن رحمة أنا أولى برحمتك أنا خاضع لجلالك وعظمتك ومطيع لأواملك وعندما أذني بأستغفر فتطمع برحمة الله عز وجل إذن حسن الظن من حسن العبادة أما واحد لا يصلي ولا يصوم ويسكر وظالم وسارق أو عاقلي هذه الموبقات ما أكل الربا وقاتل يتيم ومش عارف إيش وخاين شعبه وكما ترون في مدائري في العالم وحينئذ إنسان كهذا إنسان كهذا يعني لا يكون حسن ظنه بالله مستقيما إذا كان كل كبائر 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 ومن الذي حسن الظن بالله إذا حسنت عبادتك تصلي أو تصلي الحمد لله تصوم رمضان تذرب من من الذي لا يذرب وتستغفر وتتوب يعني إذا معنى ذلك إذا حسنت عبادتك حينئذ يكون ظنك بالله حسنا إن هذا حديث رواه الإمام محمد وصحاه بن حبان إلى آخره إن حسن الظن بالله عز وجل من حسن العبادة يعني إياك والوهم لا تكون واهما عن سهل قال رأيت مالك من الذي نار في منامي فقلت يا أبا يحيا بماذا قدمت على الله عز وجل للعلم طبعا عندما ترى الميت في الرؤية شي يقول لك شوف شوف هو هكذا الأموات كما هم فإنهم في دار ليس فيها كذب ويقول له شونك أنت كيف بماذا قدمت على الله قال قدمت بذنوب كثيرة محاها عني حسن الظن محاها عني حسن الظن بالله دائما على حيث كثيرة تقول أن الله عند الحساب يعتبر بالعبد وإذا به يمر به إلى النار فلما رأىها يركب بعضها بعض الذهل قال يا ربي ما كنت أظنه أنك طارحي في مثل هذا قال لماذا قال كان ظني بك خيرا من ذلك قال ما بظن أنك رحيم غفور رحيم إلى آخره قال اذهبوا به للجنة إذن أنا عند ظني عبدي به يقول عن عبد الباحث بن فلان الفلاني قال رأيت حوشب رضي الله عنه فقلت يا أبا بشر طبعا في المنام يا أبا بشر كيف حالكم يعني في البلزخ قال نجونا بعفو الله فقلت ما تأمر به إذن أنت الآن اشتمر شو سوي أنا بعد أن عفا علىك أنت ربا عفا الله عنك قال عليك بمجالس الذكر وحسن الظن بمولاك عز وجل فكفى بهما خيرا يشكله أمرين أساسيين يوم القيامة أولا الحسن الظن بالله لا يمتنى أحدكم إلا وهو يحسن الظن أنت أرحم الراحمة وأنت الكبير وأنا عبدك الإخباقية وفلسف فلسف الموضوع تذكر الناس بالتاريخ كم ناس قرماء حاتم الطاي وأمثاله كم ناس أهل حلم معنى من نبي زائد وواحي بل تأمل في قومك أنت فلان قبيلة فلان عائلة فلان مدينة فلان لفلاني والله فيه كرم خيالي فلان لفلاني مهما أسأت إليه يبتسم وفي ناس من عظمى من وجهها القوم واحد جاهل قام عليه بالمجلس قال له كلمة بايقة ما يبتسم ما زعل لأن هذا حليم وكبير فكيف رب العالمين إذن يوم القيامة عليك أن تتأمل بذلك وعليك بمجالة الذكر إذا شفت جماعة من المجتمعين إما يذكرهم ذكرا لسانيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإن الله جريسهم أو واحد يفصلح لهم القرآن في درس علم درس تفسير اجلس معهم أو مجلس للصلح بين الناس كان فيه مشكلة بين عائلتين بينه والشخصين إلى أخر يعني مجلس فيه تقوى هذا من مجالة الذكر وإذا مغرتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال مجالس الذكر أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذكر الله أكبر درس علم درس فقه درس الصرح بين اثنين في مجلس إمام عادل هذه المجالس التي العبد فيها ضامن في مجالس من تدخلها وتموت فأنت ضامن في سبع مجالس هذا حديث العبد فيها ضامن على الله ما كان منه منها مجلس ذكر اللي هو هذا علم أو ذكر لساني أو للناس تذكر والآخر مجلس طلح بين متخاصمين مجلس إمام عادل إذا جلست عنده بنية أنه إذا احتاجك أو في عندك ملاحظة في عندك خبرية تخبر عن واحد مخرب مثلا يعني فيها العطار هذه المجالس أنت مع الله بالمئة مئة بل إن الله هو الذي معك أنا مع عبدي إذا ذكرني مش أنت معه هو معك تأمل ماذا لو زارك الملك في بيتك ما من شرف أعظم من هذا لو أعطاك نصف مملكته لو كنت تفهم إذا عندك فهم هذا الملك هذا الرئيس الدولة أعطاك نصف المملكة أعطاك الخزينة كاملة أو زارك خمسة بالسلام عليكم السلام دخل بيديك شرب قهو وطلع هذه أشرف وأكرم وأعظم ولا تقدر بملك الدنيا كلها فكيف ملك الملوك يقول لك أنا جليس من ذكرني أنا جليس ما هو جليسي أنا أروح عليه أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بيش فتاة فهذا الصحابي الذي لما مات قال له لا الله فردنا قل له استلصى أن يقل له عليك بمجالة الذكر هذه ما تخلي عليك ومس أنت كل من حضر هذا المجلس حتى لو كان خطاعا المسوي ذنوب الدنيا إن لله ملائكة حديث طويل إن لله ملائكة السياحين يتبعون حلقة ذكر وكما أقول حلقة ذكر حلقة درس يعني حلقة درس حلقة علم حلقة نصيحة حلقة تأليف كتاب حلقة مثلا إعداد مشهوع ديني يعني حلقة لا تذكر فيها إما ذكر عقلي أو علمي أو لساني أو قلبي تذكروا الله عز وجل فرب العالمين يسأل الملائكة وإن كنت تبقى بيض فلان فلاني كذا ماذا فعل قالوا كان مجالس علمي مذكوروك يحمدوك يسول فلانش 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 قالوا اشهدكم أني قد غفرت لهم قالوا يا رب فيهم فلان الخطاء في وقت خطاء مجرم يعني موجر بقول يعني ذنوب كثيرة ومش معاهم ومر بالطريق وشاهد وقالت فضل فضل جلس معهم وشرب قهوة بعد ما قام ما جاي عليهم قال غفرت له من أجلهم إنهم القوم ولا يشقى جريسهم يا الله تتأمل تأمل أنت عندما تفكر فيك في حسن الظن بالله الجنة قاب قوسين كما سوف يأتي بعض الأحاديث وعندما تتأمل في جباروت الله تقول لني هلكت حتى لو كنت معاهم من الصالح فعليك أن تكون دائما بين الخوف والرجاء فكذا إذا قال له عليك بمجالة الذكر وحسن الظن بمولاك فكفى بهما خيرا عن عمار بن سيف قال رأيت الحسن بن صالح في منامي فقد كي قد كنت متمنيا للقاء فقال يقول هذا الرجل عمار بن سيف رأى الحسن بن صالح الذي مات الحسن المات هذا الرجل شافه فقال كنت متمنيا لقائك قال له ألا كنت أتمنى أشوفك شوف ماذا رأيت ماذا رأيت بعد ما متت فقال أبشر فلم أرى مثل حسن الظن بالله شيء الكريم الكريم الذي يعلم وهو يعلم الغيب يعلمه تذكروا بالله حينك تذمع إلى آخره وأن تحصنه وأن تقول محقول رب العالمين هذا هو لبلي إسرائيل قالوا لا إله إلا الله مرة والله أدعى فعاله وأنا طول عمر يقول لا إله إلا الله أنت رحمة 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 يعني إذا كان وانا وافق أن كل أهل المساجد كل من يصلي إلى القبلة هذا هاجسه هذا يسألوا نفسكم ولا تسمعوني الآن فيكم واحد من أهل القبلة يصلي ويصلي في المسجد ولو باليوم مرة واحدة ناهيك عم يصلي خمس مرات ها إلا قالوا يا ربي يحكي بينه بالنفس يا أنت رحمة رحمة أدلوه بكثير أكنت يا رب يا رب دعا هذا شغل الشاغل هو صار 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 من تكوينه نفسي وبالتالي إذا كنت على هذا وكل المسلمين الذين يصلون على هذا والحمد لله فهيذئذ لقد نجوت بهذا الظن الحسن بالله عز وجل عن وعاذ من جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم إن شئتم أنباتكم ما أول ما يقول الله للمؤمنين يوم القيامة وما أول ما يقولون له إن شاء الله إن شاء الله يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي فيقولون نعم يا رب فيقول لما ليش حبت لقائي فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك فيقول عز وجل قد وجبت لكم مغفرته هذا أنا عند حسن ظن عبدي فيه هكذا طيب طبعا هذا الحديث قال الله سبقت رحمتي غضبي هذا أخرجه البخاري ومسلم تعرفون هذا هذا حديث على كل لسان سبقت رحمتي غضبي يعني ما من واحد يحاسبه الله عز وجل ويغضب عليه عند الحساب لنعم سوي عماين فإن رحمة الله به في النهاية هيا لتسبق أول مرة يا رب العالمين يقول له أنت بجهنم أنت بكذا أنت كذا فلا خير رب العالمين كما يليق بجلاله وذاته يقول تسبق رحمة الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فحي عليك أن تستمطر رحمة الله عز وجل بالعبادات التي ذكرها في كتابه أو جاءت على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام العبادات التي تستمطر رحمة الله يعني هناك بصراحة قالها رب العالمين الدمعة ركعتين بالليل ثلث الليل الخير من الليل أن تعفوا عم من ظلمك بر الوالدين الحاكم العادل هذا بالبداية الحاكم العادل يعني صور صور أنت تشوف يعني هي هي مواقف الصور حاكم والحاكم ما استطيع أن نفعل ما يشاء في رعيته واحد أسائله 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 بقاتله يعني قلة أذب قلة ذوق وهذا الحاكم ممكن يقلط له وعشرته بلحظة ومع هذا هذا الحاكم تغلب على عاطفه قد اذهب وقد عفوته عنك وهو يبتسم وقد يكون قلبه يشتعل نار عليه وعلى أهله وعلى أقارب المنحطين الخاونة لكن سفقت رحمته وغضبه ورجل حليم ابن وادم ابن عائلة ابن أصالة قلنا نروح هذه التي وامثالها تستمت واحد عندكم ديرهم ما عنده غيرها يعني مبلغ مليون مليون يبني بيها بيت يزوج ابنه مثلا أو يعني أو هو صاحب صاحب مجلس والناس تقصده وهذا مصرف المجلس وجاء واحد بحاجة وعطاه إياه كلها تستمت رحمة الله بشكل خيالي بحاجة يغفر الله لك كلما أذنبت ويضاعف أعمالك أضعاف عديدة لا تعصاه سبقت رحمتي غضبي فإذا تأملت إذا تأملت بالأعمال التي تجعل رحمة الله تسبق غضبه عليك لقد إذا نجوت لكثرتها هذه قل التهجد والصلاة والرحمة والعنطاف وعمى ظلمك والإحسان العقري لا عضلها وابن الوالدين إذن فعليك أن تستمت رحمة الله عز وجل وغضبه إن شاء الله نكبر بعد التواصل قلنا بأن هناك عبارات أو كلمات أو ركيعات أو عملات أو حسنات وحدة فيها لطف فيها طرافة رب العالمين يتقبلها ويغفر بها مغفرة لا يغفرها بمئة السري من الصوم والصلاة هذا شأن الملوك هناك ملوك ببيت واحد من الشار أعطى وعطاها ما يعطيه للرئيس الموظفين ما يعطي الرئيس الموزراء يعني كم رئيس الموزراء يعني فلنقل مثلا ربع مليون نصف مليون مليون درهم بالشهر أحياء الملك يعطي واحد من الناس أكثر من هذا بعشين ثلاثين مرة ببيت من الشار كما حصل واحد مع بني أمية كان يعني رجل شايف نفسه يعني وكريم وطيب وابن حلال وبعدين فعلا جاواه شعر بيتين شعر فقط قال به بيتين شعر قال يعطوه ألف دينار ألف دينار ذهب يعني وقمو دينار ورق منذ الآن لا لا ذهب فإنه قال له يا عبتي ألف دينار ببيتين من الشعر قال له يا بني هذه الألف دينار سوف ينفقها بعد سنة بعد شهر تذهب وهذان البيتان سوف يبقيان إلى يوم القيامة يتحدث بهم الناس هذا عبد من عباد لا أدرك هذا السر الرائع فكيف رب العالمين يقول لو تخذ تاريخ واحد قال مقالة وتلقفتها الملائكة إلا قال دعاء كما سوف يأتي تلقفتها الملائكة قال كلام حلو رب العالمين سبحانه وتعالى قدر ما معنى هذا الكلام العظيم وإذا به يعطي عطاء ما لا يعطيه لوحد عبد الله ألف سنة راكع ساجدا صواما هكذا الملوك يعرفون قيمة العباد التي وجهت إليهم المدح أو الذكر أو ما شاكل ذلك عليك إذن أن تكون مع الله عز وجل ذكيا إن الله يحب الكيس الفطن أكثر أهل جنة أولو الألباب أولو الألباب هكذا طيب من ضمنها عن حكيم ابن جابر قال قال ابراهيم رضي الله اللهم لا تشمت من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك والله العظيم في غيات الرواع شي يقول له يا ربي أنت حطيتني النار فيها ناس مشركين وأنا أؤمن بك بواحد لم إذا حطيتني إذا حطيتني بالنار حيقولولي ها تستاهل تستاهل وقلنا لك أنا شي تم أحد أهو أنت حالك إحنا إحنا كفار وإنت موم من أشواء هم حطك بالنار فشوف هذا الرجال هذا اللي هو يعني إبراهيم قال اللهم لا تشمت من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك وإنت دخلتهم كلهم بالنار صح درجات النار دركات لكن أيضا مشاهد هذا الفلان الفلان كان يصلي ويصوم وكذا ومشى عارف إيش أهو ما عارف النار عامل عملة كبيرة عامل عملة كبيرة ودخل النار قد يكون يوم اسبوعين سنة هي شون هي الدقيقة تساوي مليون سنة من مصيبة السوداء فبالحالة المشركين اللي هم خالدين في النار واللي كانوا يعيبون علينا ويحبسون يعني الآن كثير ناس اللي هاتكبست شوهون في هذا العالم العربي الناس فسق فجر كفر مرتدين عن الإسلام والله ما يؤمن بالله ولا برسوله يذبحون بهالناس شوهون شوهون تذبيح بالعلاف طيب هذا حيخش النار وأنت يا رب العالمين إذا وضعتني أنا معه بالنار محش ما تلفقون ها هذا الذي كنت خبصين نبي بالدنيا رأي الله لله محمد أقول والله أنت معنا يعني معنا ما يخترب بالكل واحد وأنا واثق أن الله سبحانه وتعالى غفر له بهذا ولو يزكي على الله أحدا قال اللهم لا تشمت أو لا تشمت يعني قرعتين لا تشمت ولا تشمت ولا تشمت بيالعداء وفيها ولا تشمت من كان يشرك بك بمن كان أكو واحد مواحد لك عدة ذنوب كثيرا أكو واحد كان مشرك فأخذ لا تخلي هذا يشمت فيه يشوف لي بالنار معاه يا الله معنا أنا واثق بكرم الله أن الله لم هذا الرجال قال اغفروا له كما في أحاديث لا عصر لها وحد قال كلم رب العالمين فرح بها قال غفرت لك كما سوف يأتي عن عمر ابن ذار قال إذن لي في ربي أملي أملا ألا يعذبني بالنار يعني يمنع عني شوية الأكل يعطلني على ما وكناش تبقى محصورة على على العراف وعلى العراف نجال يعني هؤلاء يبقون مو بالنار بس خارج الجنة في الانتظار يعني شو أنت لا تزل من الطيارة بغربة الانتظار بالمطار بس بعد ما تطلعش تبقى 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 أسبوع يمكن أسبوعين أكو مشاكل أكو أحداث هذا الوقت الذي تقضيه في المطار وما مسبوح لك ما مسبوح تخرج إلى بيتك كأن الدقيقة سألت مش تقلع عيالك وطفالك وعزوجتك وأهلك وانت بحبوس بالمطار ما عليك عذاب ما عليك عذاب ما عليك عذاب فيها مع من أشرك به هكذا عن عمر ابن ذر قال كان إذا لا مو قال يعني يروى عنه رضي الله عنه كان إذا تلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وبالعالمين تحدث عن الناس خلدهم في النار قال هذول أقسموا قال والذي خلق السماوات والأرض إن الذي يموت بعد ما يبعث وطبعا هذا الآن موجود في زماننا يعني في أفكار ندخل بها مسلمين يعني اللي صار شيوعي واللي ما دلي شنوع الماني وأشكال وألوان يقول لك آخر شيء بعد ما في حياة إلا حياة أنه الدنيا نموت ونحيا ونحيا ما يقول إلا الظهر ما ذي بعد زين هذا يقول وأقسم الله يتكلم عن هل النار خالدين فيها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت عمر شكرا يقول ها يقول وأنا أقسم بالله جهد أيماني لا يبعث أن الله من يموت الله فيها هذا الرواه يقول إذا كان هذا خالد في النار لأنه أقسم بأن الله ما يبعث أنا أقسم لأن الله يبعث من يموت إذا معنا لك من كرم الله وعليه ورحمته أما نتساوى إذا كان لك خالد في النار أنا خالد في الجنة يقول فلما سمع هذا أبو بك أما الثاني المهم يقول البكى بكان عظيما عن عمر بن ذرق أيضا قال أنه لما حج اجتمع هذا كان من الكبار التابعين أنه لما حجه وكان من الصالحي هذه الأمة لما حج اجتمع إليه الناس فقالوا يا أبا ذر ادعو بدعوة قال نعم اللهم ارحم قوما لم يزالوا مذ خلقتهم على مثل ما كان عليه السحرة يوم رحمتهم لماذا رحمت السحرة قالوا امنا بربها برب العالمين ربي موسى وهارون هذا الآخر آمنوا بتالي عمرهم ورحمتهم ودخلتهم الجنة فارحم قوما منذ أن خلقتهم هم يؤمنون بهذا منذ أن خلقتهم في هذا الكون وهم يقولون نحن نؤمن بالله عز وجل ربي ربي محمد وموسى وإلى آخره عن عمر الخطار رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبيل يعني أسرى هذه الجماعة الرقيق وإذا مرأة في السبي يتحلب ثدياها المرأة الحامل قد تنعجم عزيمة مثلا أو عد شغل أو عد وظيفة فحليب الطفل الطفل ما رضع لأنه الطفل في البيت قد يعطوه هذا الاصطناعي فكل أمهات الحليب يتصبب هكذا لأنه تعود أن ينزل في أفيفة الطفل والطفل ما رضع فيتحلف لأن ملابسها كلها حليب فبهذا الثبي وعده حليب يصب يصب يقول فلما فلما وجد الصبي في السبي أخذته فأرسقته بطنها يعني هذا التبين كانت السبي خوش لا يعني أحدثين بالألاف ويوم يوم مين ثلاث تيام طفلها ضاع الرضيع ضاع وتنور عليها حتى يرضع وما لا قد أكوة حديثها هذا الحليب يصب فالصحابة ينظرون والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر وإذا بها تعثى على الطفل فرأسا أرسقته بثديها وبدأت ترضعه وتحذب عليها كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار يعني هل هي عقل أن هذه لما تخلط حسبني بالنار طبعا لا قال وكذلك الله عز وجل يا الله يا رب العالمين يا رب العالمين قال قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه يعني أن الله أرحم بك من هذه الأمة الرحيمة لطفلها الذي غاب عنها يوم يومين وهي مجنونة تبحث عنه بين الأسرة وبين الناس وبين الرجال والنساء أفواج إلى أن عثرت عليه فأرسقته بدأت ترضعه كأنها مجنونة هل هذه ممكن ترميه بالنار؟ مستحيل هكذا رب العالمين عز وجل أرحم بك من هذه الأم بولدها لا إله إلا الله عن أبي فريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث ما اتفق عليه أنا قلنا مئة مرة الحديث الذي إذا رواه مسلم كفاه إذا رواه البخاري كفاه فكيف إذا اتفق عليه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد لو كل الناس يعرفون كيف رب العالمين يعاقب الناس وشافه نوع من أنواع العذاب في النار ما فكر أحد أنه يمكن يدخل للجنة هذا المصرفة للسودة ولو أن هذا الكافر يعلم ما عند الله من الرحمة والحنان والكرام والحلم ما يأس من جنته أحد هكذا كرم الله عز وجل عن عبد الله رضي الله عنه قال لله أرحم بعبده يوم القيامة أو يوم يلقاه من أمي واحد فرشت له بأرض القر ثم قامت فلمست فراشه بيدها فإن كان به شوكة كانت بها قبله وإن كانت لذغة لذغة كانت بها قبله يعني هو أحد تحب ابنها جدا والدنيا باردة ثلج فحضت فراشه طفل ينام فقبل ما ينام قام تمسح الفراش بيديه ليكون فيه شوكة حتى طخهي خليه تعذب ولا يبدو الضر الولد أو قد يكون فيه عقرب ولا شيء فبدأت تفدي هذا الطفل بولدها فالله سبحانه وتعالى أرحم بك من هذه الأم عن أنس قال والذي نفسي بيده لو كنتم لا تذنبون لأتى الله بقوم يذنبون حتى يغفر لهم لشدة حب الله المغفرة أن الله غفور وغفار وغافر يحب المغفرة عفور رحيم فحينئذ عليك أن تكون أهلا لهذه المغفرة وأهلا لهذه المودة عرابي قال يا رسول الله من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ قال الله عز وجل قال أفلحته ورب الكعبة إذن يتركوا حقه كل كرام الناس إلى هذا اليوم كل كرام الناس فيه ناس وجهاء في كل بلد لما يصير بينك وبينه خصومة والله العظيم تقول هذا مستحيل حتى لو تحاكمنا مستحيل يطالبنا يقول لا بأنا مسامح مسامح روح مع زماني ما أبغى ماريد خلاص فكيف رب العالمين إذا كان بعض خلقه لحلمهم لوجهتهم يحب حقه فرب العالمين هو الذي يخليني من النار لا يمكن إذن هكذا هو الأمر أخيرا نقول عن عطاء بن المبارك قال بعض العباد لما علمت أن الله عز وجل يلي محاسبتي زال عني حزني لأن الكريم إذا حاسب عبده تفضل وأن الكريم إذا ملك عفا هكذا عن أنس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك قال أرجو الله يا رسول الله وأخاب ذنوبي فقال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف إذا كنت على فراش الموت أو مريض في آخر أيامك وتقول يا ربي أنا أرجو رحمتك أنا صح أخاف ذنوبي لكن أنا واذق من رحمتك يا رحمة رحمة بهذا الظنب الله لن يبكي عليك ذنبا وقد أكسبت الجنة إن شاء الله يقول يقول رب العالمين سبحانه وتعالى هذا تحدثنا عنه أن رحمتي سبقت غضبي عن سفيان الثوري قال ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي لأن ربي خير لي من والدي يقول لو خيروني يوم القيامة حاسبك أبوك لو حاسبك رب العالمين يقول لا والله حاسبني رب العالمين لأن الرب العالمين أحن وأرحم علي من أبي فماذا تظن إذن ما عليك إلا أن تكون من أمتي وقال من أمتي شفاعتي لأهل الكبار من أمتي من أمتي مهما كنت لا بد أن تكون من أمتي محمد وقد لا تكون تظنون الخطأ قد يصلي وانت مو من أمتي محمد اللي يكون من أمتي محمد ليس من تتبع من ليس من ليس من ليس من ليس من من لم حفقنا ليس من 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 اختاب ليس من من فعل كذا ليس من هذه الأحاديث عجوبة كلمة ليس من أنت مفصول فأنت حينئذ إذا لم تكن مصليا فلا شفاعة لك وإذا لم تكن صائما فلا شفاعة لك وإذا كان أبواك قد عققت أبويك وحدهما وهكذا تتبع الحاديث ليس منا من دعا إلى جاهلية ليس منا من قتل ليس منا من فرح بقتل مسلم يعني يقول لن يزال المؤمن بخير ما لم يصب دمى حراما أي واحد فرح يعني يقول من عانى على قتل مسلم ولو بشق كلمة واحد لك عدو وقد يقول والله يا مستخلي يا أخذوه مستاهل بشق الكلمة والله مستخدت لن تنال شفاعة النبي يوم القيامة إذن هذا هو رب العالمين وهذه بشائره ونحن في هذه الأفراح التي ينعم بها شعب الإمارات وتنعم به شعوب العربية جميعا ما من شعب عربي إلا ويعرف فضل الإمارات عليه وفضل الإمارات على شعبه وكيف أن هذه الدولة سوف تكون حجة يوم القيامة على جميع الحكام في الدنيا كلها كيف يستطيع الحاكم أن يكون بهذا الكرم نعرف وفي حالات عديدة أن هناك بعض ضعاف النفوس ضعب الضابطين هاي فيه عامين حركة وفعلا يعني موجود في كل الدنيا حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا موجود بعض الخوانة بعض الخوارج بعض المنافقين لأن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم والمرجفون في المدينة لنغري النكبه هذول حكموا بالإعدام الساعة 14 وهذا موس بعيد يصال له أقل من سنة اصور بعد محاكمات وأدل الله أن هؤلاء مجرمون ملتصم دولة إجنبية هذول حكموا الساعة 12 بالإعدام العصر قالوا بروح لها لكم وهذه ليست مرة واحدة سنوات عديدة مرت على هذه الدولة المباركة لثقتها بالله ثقتهم بأنفسهم يعرفون أن شعبهم كله معهم أن الدنيا كلها تعترب بفضلهم هذا الحاكم العادل هو من أول السبعة الذين يضلهم الله تحت ظله فنسألوا تعالى أن يوفق هذه الدولة وحكامها وشعبها ونديم عليهم النعمة والأفراح والمسرات وأن ينفع بها الأمة العربية كلها ونرفع عن العرب والمسلمين في كل مكان في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يضامن فيه أن نرفع عنهم الضيم وأن يوحد صفوفهم وأن يحقق العل فيما بينهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته